السلام عليكم ورحبا بكم معي فيديو جديد معكم كريمة اليوم سوف يوجد معكم باستيلي أو لطرنج نقوم باستيلي وكذلك الحجم عائلي سوف يتحضر في ساعته تقريبا 1 ساعة أو 1.5 ساعة سوف يكون واجد سوف يتحضر ضيوف الغفلات سوف يتحضر ضيوف الغفلات صراحة طريقة سهلة وبدون جنواز كما قلت لكم أتمنى أنكم تتابع معي الفيديو من الأول تالأخير ودائما لأول مرة ترى القناة أتمنى أنه يضغط على زر الأحمر وكذلك يضغط على الجرس لتوصل بكل جديد كما ترى القوام به يجي رائع غير تبع معي المراحل إن شاء الله سوف ينجح معكم لأنه فعلا طريقة سهلة بسم الله على بركة الله سوف نضيف المقادير المقادير بسيطة اقتصادية في نفس الوقت سوف نحتاجون جوج الحبات من البيض سوف يكون متوسط كما تلاحظوا معي هنا يكون دائما بحرارة المطبخ سوف نحتاجون الكأس لدينا من ملحة للماء وزيتها مع علقة نس كافية تستغنوا عليها ومزل حليب ولكن أنا تعجبني بمدعك نس كافية بالنسبة لأسكر كأس سانية دائما المقادير بقرام سوف يجبعه من صندوق الوصف نفس الكأس نعبره بمكونات نصف كأس من زيت المائدة بالنسبة للدقيق لدي الكأس مع علقة كبيرة من الكاكاو كاكاو يكون نوعية ممتازة إذا لديكم صشيات قدرة تعملوا واحدة نفس النوعية عندي أنا مركة إديال هذا هو المكونات الكيك أو الجنواز التي هي سريعة بالنسبة للخميرة نحتاج 20 جرام أنا عندي فيها 20 جرام ستعملوا ثلاثة صشيات حمر ستنقصوا من الثلاثة ستنقصوا من غير وحشوية هنا سنستعمل غير الخلاط هذا يعني كل شيء عنده في الدار كل شيء متوفر عليه طريقة سهلة كما قلت لكم سنضيف البيض سنضيف السكر سنيد سنطحنه جيدا سنطحنه جيدا وهذا الكيك أو الجنواز سريعة تستطيع تعملها حتى بالطراب اليدوي ولكن من الأحسن إذا كانت لديكم هذه تعملوها ستخدموا بها بعد أن تجنسوا جيدا هذه المكونات بجوش سنضيف عليهم نصف كس دفوعات كما ترى هنا سنضيف حتى تجنسوا العناصر ثم نضيف الماء سنضيف سنضيف نضيف دفوعات تقريبا 5 دقائق ثم نضيف خلط خلط السكر والماء ونضيف كاكاو كأس الأول نضيف ثم نضيف ثم نضيف قوم الخميرة 20 جرام ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف 20 جرام ثم نضيف نضيف ثم نضيف يكون قواماً خفيفاً على الكيك العادي اضيفه كما تلاحظه حسب النوع الدقيق تستطيع النقص من قواماً تنقص من قصة شبه سائل وتضيفه قواماً قواماً قمت بصينية تنقص من قصة شبه قمت بصينية تنقص من قصة شبه وقد استعملت تسينية تستعمل تسينية تنقص مقصة تدهن بالزبدة او الزيت وترشه بالدقيق نفرغ الكيك تقريباً شبيه للجنواز يخفيف بثاف لا يوجد الكيك العادي يختلف تماماً نحاول أن نساوي الوجه نشعل فران سخون 180 دراجة 10 دقائق من قبل تقريباً 20 دقيقة سواء فرند الغاز او فرند الضو كذلك فرند الغاز يكون مسخن من قبل 11 دقائق ندخل الطوى الفوق تكدز 15-18 دقائق ونحبطه الأسفل حاول أنك لا تغفلوا شيء لأن الكاكا ونعرفوا شيء طائب يجب أن تردوا البلد يجب أن تحرق لكم هنا سقطتها بكاس غير مملوء من الماء ونسكافي ندخلها على الجنب ونزل الكريمة هنا ستستعمل الكريمة سائلة وستستعمل بودرة الشونتية ونستعمل بودرة الشونتية ونستعمل بودرة الشونتية ونستعمل بودرة الشونتية كريمة السائلة أكيد سوف نستعمل جوج الكؤوس يصدر كسونت ونضيف كأس لأن الكمية ونحتاج جوج الكؤوس يوزن 200 مللتر استعملت غير صرشية ولكن نضيف الصرشية تانية كريمة ضرورية ستكون بردة سوف تستعمل كأس 100 جرام سوف تعمل كأس 100 جرام كمية سوف تزيين المجموع كأس كريمة السائلة والصشيات الكاكاو المجموع 14 جرام سوف تستعمل كأس 100 جرام سوف تكون بارد سواء فصل الصيف او فصل الشتاء سوف تحضر الكريمة عقدة كاكاو تستعمل كاكاو سوف تكتافي كريمة بوحدة كريمة بوحدة لا يجب أن تعمل كاكاو سوف تستعمل كاكاو بالنسبة للجينواز او الكيك سوف تشرب جيد و تبرد لا تعمل الكريمة و هي سخونة سوف تستعمل كاكاو سوف تستعمل كاكاو كما ترون كمية الكريمة لقد تستعمل كاكاو سوف تستعمل كاكاو سوف تساوي هذا الواجه لا تستعمل اذا كان لديكم مقابل و تحتوي على المعلقة و من بعد عدد التلاجة سوف تبرد كاكاو نزل الثلاث مرحة نضيف نضيف السكر و ماء نضيف 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 الصشيات الكاكاو من فئة 7 جرام يعني المجموع 14 جرام هذا بدون جيلاتين وعندي هنا 50 جرام نوع مشي العادي ومشي الممتاز هذا النوعية اللي كنخدم معكم بها دائما اللي هو ماكاو صراحة لا أريد أن نتكرر المنتوجات ولكن كن أريد أن نسهل عليكم بغيتوا تستعملوا النوعية الممتازة ستعملوا غير 40 جرام لأنه تكون فيه نسبة الكاكاو عالية بغيتوا مثلا تستعملوا نفس النوعية اللي خدمت بها ولكن حتى هدرك مزيون هنا يجبت الكسر وضعت فيها نسكة ديال نسكة ديال نسكة ديال السكر جوج ديال الساشيات ديال كاكاو كما كتشوفون نوع ممتاز يعني من الأحسن أنكم تستعملوا هذه النوعية إذا كان عندكم بالعبار ستشروا هذه النوعية لهاد ايديال يعني نفس المركة هنا نخلط المكونات مزيان ونضعهم على النار سنقوم بتحديد الشوكولة سنقطع أطراف صغيرة لأن الجودة بحاليا الجودة بارد ضروري أنكم تقطعوه لكي لا تريد تعمله في هذا الخالط يدوب لكم ضغية إذا كان عندكم مثلا هذا النوع المركة المزيانة النوع الممتاز يعني لا تقطعوا لأنه أصندجة يأتي في حل بسطيات سنقوم بتحديد الكسرونة بالنسبة للكسرونة لا تريد توقف يدكم تحركوا يعني تبقى تستمروا بالتحرك حتى تحصلوا على بعض الفقاعة سنحاول أن نقطع الفيديو بزيف حتى أضفك أحدهم مُلتقوا لا تحركوا دقائما حتى تحركوا ثم تحركوا تحركوا سيحركوا من ثم تحركوا فقاعات مدخلت كثرة ثم تحكي بعد أن أضفكيم الفقاعة نضيف 50 جرام ديال شوكولة كما قلت لكم النوعية الشوكولة سوف تعملون النوعية الممتازة سوف تعملون غير 40 غرام سوف نخلط مزيان حتى يدوب الشوكولة المهم حتى تشعروا بشوكولة تماما ثم تحاولوا نزلفة واحدة اخرى او شئينة واحد اخر لكي نضيفها لان فعلا هذه الوصفة رائعة شوفوا معي هنا وكيجي لامع كيجي بريو كما تشوفوا معي هنا هنا تقريبا بعد مدازة واحد نسف ساعة بالنسبة للغلاسج يجب ان يكون دافي و بارد و لا يجب ان يكون سخون لكي يدوب الكريمة بالنسبة للغلاسج هذا هو نفس الغلاسج لان الفيديو من قبل هذا الفيديو من مقطع اخر نصوره هو نيتو غير انا ملكتك نصور لكي لا نستغل الوقت لا نستغل المقطع الثاني لان فعلا هو نفس الغلاسج كما تشوفوا معي يجي لامع بعد ما ساويته على الوجه ها نستغل المسطر نستغل المسطر و نستغل المسطر نستغل المسطر 4 سم و بالنسبة للغلاسج تقريبا 10 سم المهم هنا سوف نستغل المسطر و من بعد سوف نقطع و سوف نقوم بـ 21 قطعة نستغل المسطر 30 على 32 سم و انتم تفعل القياس سواء كبارين سوف تفعلهم صغير سوف يخرجكم الـ 21 سوف يخرجكم حتى الـ 42 حبة سوف تفعله سوف نقوم بحفلة في المنزل لا تستغل المسطر و لا تستغل المسطر في نهاره هناك الكريمة كما تلاحظوا معي و زيتها حبيبة شوكولات لم يكن لدي فكرة الـ 23 قطعة لنستغل المسطر قطعة الشوكولات و خطط شوكولات شوكولات اختياري لحسب المتوفر في الدار كما ترى رائع نقسم جينواز و طبقة الكريمة و سهل في نفس الوقت تحت القوام رائع و كما ترى و كما ترى و كما ترى و هنا نصل أخر الفيديو اشتركوا مع الأصدقاء و إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر